في الوقت الذي يجوب فيه وفد البعثة الأممية، مناطق ومدن ليبيا، وذلك استعداداً وتحضيراً للمؤتمر الجامع، والذي تقرر حسب تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة في أول أسبوع من عام 2019. تأتي محاولات البرلمان المنحل والمجلس الأعلى للدولة، لعادة تشكيل الرئاسي الجديد، والذي رآها بعض المراقبين عرقلة لهذا المؤتمر الذي اعتبره البرلمان المنحل والأعلى للدولة تجاوزاً وتخطياً لأجسام تشريعية، ورغم الخلافات التي باتت واضحة للعيان ما بين المجلس الأعلى والبرلمان المنحل حول عديد القضايا، كالتعديل الدستوري الأخير، حيث لقي هجوماً من قبل أعضاء المجلس الأعلى، فقد رأوهم فراداً بالقرار مع التشكيك في قانونيته، إلا أن استمرار اللقاءات بين المجلسين كلقاء القاهرة الأحد الماضي، يدل كما يفسر كثير من المراقبين على تقاطع المصالح، خصوصاً في حرص المجلسين على البقاء في المشهد بعد تقاسم حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التي يسعون لتشكيلها من خلال صلاحياتهم الدستورية المتمثلة في كونهم من سيعطي الثقة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المنحل، أثار كثيراً من التساؤلات، حيث يرى بعض المراقبين حسب الآراء القانونية أن البرلمان لم يكتفي بإقرار القانون، لكنه أجرى تعديلاً يلغي كل الكيانات السابقة ليعود إليه الدستور بعد رفضه، فيصوغه كما يشاء حسب معلوماته، لكن صمت البعثة الأممية إزاء كل هذه التحركات وعدم بيان موقف واضح تجاهها، يثير كثيراً من المخاوف حول بوادر استقرار ستشهدها البلاد ومدى جاهزية المؤتمر الجامع، الذي تراهن البعثة عليه في تحقيق التوافق والخروج من الأزمة مع استمرار عبث البرلمان المنحل، الذي يصفه البعض بمحاولات اغتيال الأمل وإجهاد أحلام الاستقرار، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر